اكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا أن جهود إغاثة أسكان في قطاع غزة لم تكن لتتم تونى دون حكومة مصر وسخائر شعبها جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من أعضاء مجلس الأمن إلى مدينتي العريش ورفح وذكرت وزارة الخارجية أن أعضاء المجلس اطلعوا على سير العمليات الإنسانية والطبية الضخمة المقدمة لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع بما في ذلك تفقد المساعدات والجهود الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري والدعم الطبية المقدم للجرح الفلسطينيين فضلا عن الوقوف على المعاوقات المفروضة من الجانب الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات وإجلاء الجرحة من معبر رفح وما تؤدي إليه من تكدس شاحنات المساعدات وتعطيل دخولها إلى القطاع قالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن ثمانية عشر ألف ومائتين وخمسة أشخاص استشهدوا وأصيب تسعة واربعين ألف وستمائة وخمس واربعين آخرون في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ سابع من أكتوبر هذا وما زال العديد من الشهداء تحت الأنقاض وأضافت الوزارة أن نحو سبعين بالمئة من الشهداء والمصابين من النساء والأطفال كما يوجد عدد كبير في عداد المفقودين يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن أكثر من خمسة واربعين بالمئة من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وتتواصل العملية الانتخابية على مستوى جميع المحافظات لليوم الثاني على التوالي في الانتخابات الرئاسية والتي تجرى تحت إشراف قضائي ويستمر التصويت حتى الساس التاسع مساء فيما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الثالث عشر من ديسمبر لإنهاء عملية الفرس وإرسال المحاضر للجان العامة أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية معصلة الجهود لتوفير الخدمات المختلفة وتقديم مختلف التيسيرات للمواطنين لأداء حقهم الدستوري في الانتخابات بسهولة ويسر جاء ذلك خلال ترأس مدبولي غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لمتابعة الانتخابات الرئاسية حيث وجه مدبولي باستكمال بدل الجهود حتى تخرج الانتخابات الرئاسية في أفضل صورة مشيرا إلى أن الإقبال الكبير على التصويت يعد خير دليل على وعي المواطنين المصريين بالتحديات التي تواجه الدولة حاليا وهناك إصرار على المشاركة الإيجابية أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عن استمرارها في عقد غرفة عملياتها المركزية لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني وأكدت الحملة استمرار التوافد الكبير على اللجان لليوم الثاني على التوالي أصدرت غرفة عمليات حزب المصريين الأحرار بيانا صحفيا بشأن مجريات التصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني للاقتراع داخل مصر وأوضح حزب المصريين الأحرار أن غرفة العمليات بالحزب رسدت خلال اليوم الثاني من الاختراع إقبالا كثيفا ببعض المحافظات ومنها القاهرة والجيزة ومحافظات الصعيد وتزايدت النسب في الوكه البحري والإسكندرية مع مرور الساعات الأولى بينما شهدت لجان المختربين إقبالا كبيرا على مستوى الجمهورية أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريره الثالث عن متابعة الانتخابات الرئاسية الفين أربعة وعشرين وأكد المركز انتظام سير العملية الانتخابية في كافة مراكز الاقتراع التي تابعها الفريق الميداني أتابع للمركز مشيرا إلى انتظام عمل اللجان في موعدها المحدد على مستوى محافظات الجمهورية وعشر تقريره إلى المشاركة الكثيفة لمختلف الفئات من الناخبين في التصويت بمختلف لجان كما أكد أن الخروج الكبير للمصريين بهذا الشكل وبعد عشرة سنوات من ثورة أثلاثين من يونيو يعد تأكيدا على حالة الاستقرار السياسي والمجتمعي التي تعيشها مصر بعد سنوات من مواجهة تحديات ومخاطر لم تشهدها من قبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر